وبالعودة إلى مسألة فعالية اللقاحات الصينية أعلنت تركيا في أواخر شهر ديسمبر الماضي أن فعالية لقاح فيروس كورونا الجديد الذي طورته شركة سينوفاك الصينية بلغت 91% وتعتمد هذه النتيجة على تجارب المرحلة الأخيرة في البلاد حيث لم يتم الإبلاغ عن أي أثار جانبي خطير خلال التجارب السريرية وفي البرازيل قال الباحثون أن اللقاح الذي طورته سينوفاك وصلت نسبة فعاليته إلى 50% وذلك عند تضمين المرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد 19 الخفيفة والذين لا يحتاجون إلى علاج طبي وقالوا أن فعالية اللقاح وصلت إلى نسبة 78% ضد الحالات الخفيفة إلى الشديدة كما قالت وزارة الصحة الإماراتية أن اللقاح الذي طورته شركة سينوفارما الصينية نسبة فعاليته تبلغ 86% واستنادت النتيجة إلى تجارب سريرية في مراحلها الأخيرة شملت 31 ألف متطوع من 125 جنسية